مساءكم سعيد من جديد مشاهدين أجواء خريفية أمطار رعدية حاضرة على فترات ستتميز أغلب ولاية الوطن خاصة من المناطق الشمالية حتى أقول على شمال الصحراء نرى مع بعض بالنسبة للتفاصيل بداية من خارطة تتوزيع تساقط الأمطار من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخامس فيما يخص شمال البلاد ستتميز بتراكم بعض الصحوب خلال الصباحة عبر مختلف المناطق الشمالية مع تسجيل بعض الزخات المطارية خاصة على المدنة الداخلية الشرقية والوسطى هي نفس الوضعية الجوية إن شاء الله مشاهدين مرتقبة يومي الأربعاء وحتى الخميس الزخات المطارية مرتقبة على فتات وتكون متفرقة سنسجلها بغرب وسط وحتى شرق البلاد سنشوفه مع بعض بالنسبة للمناطق الجنوبية الأمطار إن شاء الله ستكون حاضرة على مدينة غردايا المنيعة تميمون كذلك على مدينة بن عباس وصول هنا إلى غاية المغير كذلك بسكراء التوغر وولاد جلال إن شاء الله أمطار جد متفرقة تكون ضعيفة الكميات ما بين 5 إلى غاية 20 ملمات كأقصى أحد إن شاء الله مرتقبة بداية من يوم غد الثلاثة إلى غاية يوم الخميس على عكس باقي المناطق الجنوبية يعني وسط الصحراء أقصى الجنوب وكذلك الجنوب الشرقي نلاحظوا يعني مرور بعض الصحب العابة تكون دون فعالية الآن مشاهدين نمر إلى الكتل هوائي ودرجات الحارة المرتقبة بداية من يوم غد الثلاثة إلى غاية يوم الخميس الحمد لله أجوة تبقى دايما نوعا ما باردة نسبيا خلال فترة الصباح وحتى الفترة الليلية راح السجوم بين 5 دراجات إلى غاية 10 دراجات عبر مختلف المناطق الداخلية للبلاد على كل من الولايات الجلفة تيارة من عامة مشرية كذلك البيضة سعيدة الجلفة عند فلالغوات حتى على قسنطينة الصيف باتنة وميلة بالنسبة لسواحل الوطنية إن شاء الله تكون كذلك أجواء باردة نسبيا ما بين حوالي 10 إلى غاية 13 دراجة جنوب البلاد يتأثر بالهواء البارد كما نلاحظوا في الصورة خاصة على شمال الصحراء وكذلك شمال مدينة بشار وصولنا غاية تندوف أجواء باردة تكون إن شاء الله ما بين 10 إلى 11 دراجة فقط على عكس منطقة الواحة الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب نوعا ما درجة حرارة فصلية ما بين 15 إلى 20 دراجة وهذا خلال الفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية بالنسبة للظاهرة أن نحظوا درجة حرارة نوعا ما رح تكون فصلية ما بين حوالي 15 دراجة وهذا كأدنى مقياس على أغلب المناطق الداخلية وأعلى مقياس بالمناطق الشمالية سيصل إلى غاية حوالي 25 دراجة فيما يخص جنوب البلاد وسط الصحراء الجنوب الغربي وكذلك منطقة الواحة أجواء حرى ب39 درجة مئوية تحت الظل حالة البحر إن شاء الله مشاهدين بداية من يوم غد الثلاثة إلى غاية يوم الخميس نوعا ما بحر القليل اضطراب إلى مضطرب محليا وهذا على طول الشريط الساحلي مع سرعة رياح تتراوح إن شاء الله ما بين حوالي 20 إلى 50 كم في الساعة مشاهدين أبي هاتي التوقعات السليطي ورقة تحوالي التقص العودة إلى بلال ستكون بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر